في سوريا أجر الرئيس السوري بشار الأسد تعديلا وزاريا لا يطال الوزارات السيادية وقرر بموجبه استبدال خمسة وزراء بينهم وزير المال والنفط واستحداث وزارتين منفصلتين للعمل والشؤون الاجتماعية هذا الإجراء يأتي في أعقاب أعلان دمشق استعدادها للحوار مع المعارضة لكن من دون شروط مسبقة ما يشكل ردا على مقترح رئيس الاتلاف الوطني السوري أحمد معاذ الخطيب إلى ذلك وعد وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بمبادرة ديبلوماسية لمحاولة وقف النزاع السوري لكن الولايات المتحدة لا تزال تستبعد تسليح المعارضين وفي أول مؤتمر صحفي له منذ تسلمه مهامه على رأس الديبلوماسية الأمريكية أقر كيري أن الوضع في غاية التعقيد والخطورة هذا وتكتفي واشنطن منذ سنتين بتقديم مساعدات إنسانية للنجئين السوريين في دول الجوار ومعدات غير قتلية للمقاتلين من تجهيزات اتصال وتدريب